اشتركوا في القناة في مكة المكرمة في سنة 614 ميلادية وتزوجت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنة 623 ميلادية وكانت حينها تبلغ من العمر حوالي 9 سنوات ولكن الزواج الفعلية تم عندما بلغت سن البلوغ في سنة 624 ميلادية عائشة رضي الله عنها كانت شخصية مهمة في التاريخ الإسلامي ولها مكانة مرموقة بين المسلمين كانت تعرف بذكائها وفطنتها وعلمها الواسع ولذلك كانت تعتبر من العلماء والأدباء في عصرها قدمت العديد من الفتاوى والأحكام الشرعية وكانت مرجعا للمسلمين في قضايا الدين والقانون علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت مميزة ومحبة كانت تحفظ أحاديثه وتروي العديد من السنن والتعاليم النبوية كما كانت تشارك في النقاشات الدينية وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين والحياة وقد أثرت بشكل كبير في نشر الإسلام وتبليغ رسالته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كانت معروفة أيضا بمساندتها للعدل والحق شهدت في العديد من الأحداث الهمة في الإسلام مثل معركة الجمل ومعركة صفين ومعركة الخندق وكانت لها دور فعال في الإرشاد والتشاور وقد أشيعت عنها العديد من الفضائل والأخلاق الحميدة مثل التواضع والشجاعة والكرم توفيت عائشة رضي الله عنها في مدينة المدينة المنورة في سنة 678 ميلادية وقد تركت وراءها إرثا عظيما من المعرفة والتعاليم الإسلامية يحتفل بها وبذكراها كأحد الشخصيات الهمة في تاريخ الإسلام وتعتبر قدوة للنساء المسلمات حتى يومنا هذا